الأسلوب التالي من أساليب الخداع اللي بيستعملها العسكر هو أسلوب الخداع الشعوزة التنجيم ففي وسط الأزمة الإقصادية وانقطاع الكهرباء وانهيار الخدمات وغضب الشارع وسط كل ده نستضيف دجالة في برنامج عمر عديم اللي محسوب على المخابرات عشان نخدع الناس والنيمهم بوعود ووهم المراد الوهم مش جاي من خبير اقتصادي ولا جاي من قيادة عسكرية ولا جاي بمسؤول في الدولة الوهم المرادة جاي من واحدة مفروض انها حيادية منجمة تكلمنا عن الأسعار والتقدم الاقتصادي الكبير قوي اللي هيحصل على قد السيسي وحرمه وحكومة مدبول الجليدة هذا السيد تفضله واصلة من التنجيم أرى ان الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر اليوم هي سحابة صيف تقيلة ولكنها عابرة فالابتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة أراه في أحسن مستوى وأعلى درجات الانتعاش وخاصة على الصعيد الاجتماعي مع انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والمواد الضرورية هل ستنزل؟ نعم والإقصاد حينتاج؟ جداً حكومة السيد مدبولي الجديدة في مصر أراها ستنجح في الوصول إلى نقلة نوعية في إدارة الشؤون المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وستكون حكومة فاعلة أمام المهمات الوطنية في الداخل وفي الخارج كما ستنجح حكومة السيد مدبولي إلى لجن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأماريتي وبدعم كبير من الرئيس السيس على الخطة التي ستكون بها الحكومة المصرية الجديدة التي ستجعل أزمة الكهرباء في مصر تشهد انفراجاً واسعاً مع زيادة ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية وفي معظم المدن المصرية يعني هيحلوا انتقرابة لغاية أخرى 14 100% 100% نعم ربنا يبشرك الله يقالي هذه كمان أنا مسؤولي عنها وحتستدعيني مرة تانية أستاذ عمر على هذا التوقع كنوز وثروات تاريخية وأثارية قيمة من المعادل والذهب سيتم اتكشافة ما بين مدينة أسوان ومدينة لبصر والمينيا وأسيوت وحط لك وين نعم وستكون مدينة القاهرة في قلب هذا الحدث وهذا الاتكشاف الكبير كما سيتم اتشاف منابع وأبار جديدة للبترول في مصر بكميات هائلة وغير مسبوقة وفي أكثر طبعا بكميات هائلة وغير مسبوقة هائلة وغير مسبوقة صحيح وفي أكثر من ثلاثة أماكن متفرقة في مصر مما سيساعد في إنعاش الابتصاد المصري وبشكل يفوق كل التوقعات ياللي بده يستثمر واللي بده يعمل استثمارات كبيرة يا أستاذ عمر السعودية يروح السعودية ومصر هلو يعني هي قالت بالنص كده معلشي أنه الاقتصاد المصري هيبقى فضيع جدا في الآخر 24 خلال السنة دي الجنيه هينزل الدولار هينزل قدام الجنيه الأسعار هترخص هي قالت كده معلش عيد أول جزء بس كده ثاني يعني معلش زي بعد سيبك من السروات اللي هي هتطلع من تحت الأرض فجأة كانت يعني إنما خلينا كده نسمع أول أجزاء أرى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر اليوم هي سحابة صيف تقيلة ولكنها عابرة فالابتصاد المصري خلال المرحلة المقبرة أراه في أحسن مستوى ده صعفنا المرحلة المقبرة إيه مدام مش الكواكب بتتحرك والأفلاك بتجري أربع وفيه بيلعبوا فوق استغمية والجو ده يعني بتتغير الحاجات المرحلة المقبرة دي حضرتك بتتكلمي عن إيه عشر سنين خمسة وسبعين سنة واللي احنا مفروض بنتكلم عن أربع وعشرين المرحلة اللي جاية دي ايه بقى عصة أنا اتوغوشت نكمل وخاصة على السعيد الاجتماعي مع انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بس بشرة صار انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية اللي بعده بس ما هو هو مصطفى مدبولي يعني ما فيش حد جديد ده هو مصطفى مدبولي هي نفس الرأس اش معنا بقى ما نجحش من 2018 وحالها ففي الفترة الجاية في 24 هينجح الدنيا نا نكمل والاجتماعية وستكون حكومة فاعلة امام المهمات الوطنية في الداخل وفي الخارج كما ستنجح حكومة السيد مدبولي الى نجم سعر صرف الجنين بس طبعا ما تسألش احنا مش في شهر 12 احنا لسه في 6 وعمر اديب عادة بيستضيف الدجالين دول في ليلة راس السنة لكن ايه 9 6 8 6 8 يونيو نستطيع في واحدة دجالة بتقول لحاجات ايه بقى ليه اول مرة اسمع عنها دي الناس بتجيب الناس دي في اول يعني في ليلة راس السنة عشان يقولوا الدجال دول حاجات تحصل بقى ايه بقى احنا ايه ولا في 6 شهر انكمشوا واحنا دلوقتي في ليلة راس السنة واحنا منعرفش ايه عمور لا والولية يعني ما لحقيتش تعيد تقرأ كويس اوي الورق ده فعملها تغلط لكن ما علينا وانا عندي سؤال تاني بقى مهم قوي فين بقى الجماعة بتوع العلم الجماعة العلوم بتوع العلوم انا قلتها صح العلوم امثال خالد منتصر بقى وابراهيم عيسى والجو ده ما بيكلموناش ليه عن الدجل ده ليه ما بنتكلمش عن الدجل لان البيادة تقيلة ده كلام بقى اسئلة ملهاش علاقة من الست ليلة ليلة اللي في العلاء خلينا في ليلة بتاعت مدينة الانتاج وصازة ليلة اسمح النبي هاتها هنا طالما انت جبتها هاتها هنا وصازة ليلة اسمحيني اقولك العرب البدو ليهم مثل بيقول جلوا السماء بكرة تنطر لحمة جلوا كانت غممت النهاردة عيش او رغفان يعني فيه امرات بقى امرت ايه بقى بقى امرت ايه النخ اللي انت طالعة تقولي برنامج اقتصادي كامل طفرة اقتصادية تحصل في مصر دولار هيقع الاسعار هتبقى يا رخص التراب بقى امرت ايه سمحيني اقولك بقى امرت استقارد الصندوق اللي بناخده باليمين عشان نتصعب الشمال ولا بقى امرت ان شروط خمسين في المية من شروط النقد من شروط صندوق النقد بتقولني خمسين في المية من اي صفقة تروح لسداد الديون من شروط صندوق النقد ان اي صفقة تحصل في مصر خمسين في المية منها يروح لسداد الديون استاذة ليلى انا ده مش كلامي اسمعي مراسلة العربية بتتكلم عن قصة الصندوق اللي مصر هتاخده في نفس الاسبوع اسمع خمسين في المية من ارادات بيع الاصول وحصص من شركات الدولة في خفض الديون ايضا ايه يا وسيدة ليلى الاقتصاد هينطلق ده خمسين في المية من الحاجات اللي هنبيعها من البيت هتروح الى خفض الديون خفض الديون يعني اي حاجة هيباعها بعد كده السيسي من الاصول او الشركات مجبر ورجله فوق افاه انه يدفع نصر صندوق النقد وللديانة اللي وقفين على الباب عشان يسدد الديون والقروض والفوائد اللي عليه زي ما كتب المهندس عصام نصر نعتذر للازعاج خبر اقتصادي مضحك محزن في نفس التوقيت مصر تستلم يوم الاحد من صندوق النقد شريحة بقيمة 850 مليون دولار حاجة حيلوة جد وفي نفس التوقيت في نفس الاسبوع قبيل اجازة العيد لانها عشرة يام اجازة مصر ستحول هذا المبلغ لصندوق النقد جزء من غرامة فايد القروض السابقة وصندوق النقد اشترط كمان اي مشروع جديد في مصر مشابه لمشروع رأس الحكمة او بيع اصول في الدولة مستقبلا لأي جهات دولية نص قيمته يجب تحويلها لصندوق النقد من قيمة غرامات فايد الديون اوتوماتيكي كده دون مماطلة او تأخير وضمتم بخير شكرا حكومة تيسير الاعمال من كل الله بقامرت ايه يا ليلى 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 بقامرت ايه بقامرت الكهرباء لطريق المزيع اللي قاعد قدامي الاستاذة ليلى ولسه مدلد يعني يتحايل عشان يستسنوا اصوان من قطع الكهرباء بسبب الحر اللي الناس بتموت فيه حرفيا هو نفس المزيع اللي انت قاعدة قدامه ده فالدولة تستجيب له وتقطع قطع اضافي بعد الحلقة مباشرة اسمع مبارح والنهاردة فيه اخوة جايين من السودان ماتوا في الطريق بدربات شمس النهاردة اسوان مستمرة في خمسين درجة مئوية انا مش عايز حاجة انا بقول انه فيه تلات اربع محافظات انتو بتعتبروهم محافظات سياحية اعتبروا اسوان فيهم انه اسوان محافظة سياحية وارحمهم اليومين دور بنتكلم على درجة حرارة خمسين وفوق الخمسين حتيجد شوية بكرة وبعده لكن حتيجي تاني هو ليه لعند يعني ليه هو ليه انه طيب فيه طارق فيه شيء طارق فيه شيء فيه ناس عايشة في حاجة مش عادية اعتبروها محافظة سياحية اسوان دي محافظة سياحية على طول الدولة استجابت لكلام عمر قديم في نفس ذات الساعة وقطعت الكهرباء بعد الحلقة وده مشان اللي قلته ده مرشد سياحي من اسوان بيقول بالنص استجابة سريعة لمنجدة عمر بيه اديب باشا لمؤخزة قطعوا علينا الكهرباء للمرة التانية بعد بن برنامج ما خلص اول مرة تحصل بأمارة ايه ليلة المريضة في العراق لا دي المريضة في مدينة الانتاج بأمارة ايه بأمارة ايه شيخة عن السيسي وجيشه الذي لا يقهر في رفح اسمع كده بتقول ايه بقى القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي مع الشعب المصري لن يسمحوا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء يا استاذ عمر ومصر لن تركع أو تجوء أو تستسلم مهما بلغت الصعوبات لانني ارى ان الدور المصري الكبير سوف يبدأ بالظهور داخليا وخارجيا خلال فترة المقبلة والبداية ستبدأ من معبر رفح ومع الجيش المصري وما بين شهر عشرة وحداش واثناش انتظروا المفاجأة المصرية ولكل المصريين طبعا بخبر إيجابي وخاصة انني ارى دعم امريكي اوروبي لمصر بالمليارات يا استاذ عمر وانا مسؤولي عن كل كلمة بالمليارات لمصر وذلك لصيانة الاقتصاد المصري ودعم السيادة على كل الاراضي والحدود المصرية ومن هنا سنارى الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الواقعة ما بين رفح وسيناء ولحدث مهم وبرز ارى ان رياح السلام ستبقى ترفرف في اجواء السماء المصرية ولا ارى بوادر اندلاع الحرب ما بين مصر واسرائيل ومصر ستبقى آمنة سالمة بإذن الله من كل الحروب والاعداء وذلك بسبب وعي القيادة المصرية يعني الديني امارة بردو لا وفيش حرب بين مصر والصري مش يحصل خالص مش يحصل في ظل هذا المجلس العسكري وهذا وزير الدفاع وفي نفس وقت السيسي مش يحصل لكن بأمرت ايه بقى السيسي هيروح ويعمل وابتاع بأمرت الاسرائيل اللي راحين جايين بالدبابات والشاف وش معسكرات الجيش المصري اللي انسحب من الحدود ويساب الاسرائيل يبرطع براحته هناك اتفضلي بأمرت ايه اتفضلي العساكر العساكر سيمة تتشمس قدامنا خلينا خلينا اخيرا نروح لأكتر انا بس هجيب لك ليلة دي عشان بس يعني عشان بس محدش تكلم علينا نتمنى انه اللي بتقوله ده يحصل نتمنى من قلبنا مش عشان السيسي عشان الشعب ده لكن هي هو انت مش قلت يا ليلة في 2022 قلت حاجات برضو سوري 2020 قلت حاجات ضخمة جدا عن السيسي ومصر ما تيجي نفتكر نفتكر ليلة بمجيد قالت ايه كده زمان بريبا يا ليلة نحن نروح نرجع للدول العربية رح نروح لمصر الحبيب ارى مرة جديدة ان قيادة الرئيس السيسي خلال 2020 ستكون مليئة بالانجازات المصرية والمفاجأات القادمة سياسيا وامنيا وخاصة اجتماعيا واقتصاديا وذلك من جراء المشاريع والادوار المهمة التي ستكون بها مصر داخليا وخارجيا وكل هذا سوف يتحقق بالارادة والعزيمة المصرية الواعية التي اراها تقف وتساند القيادة المصرية ولا تعرف الخضوع او الاستسلام امام الازمات وكرار مباشر من الرئيس السيسي لتأسيس هذه الليئة وستكون مهمتها الاساسية والوحيدة ان تتلقى الشكاوي من جميع افراد الشعب المصري في كل المناطق والمحافظات المصرية وملاحقة وسنرى هذه الهيئة المؤلفة من مئات الموظفين سنراها تساهم وتحمل وتلاحق قضايا وشكاوي الناس للوصول الى حلول رادية وعادلة مما يخفف من معاناة افراد الشعب المصري وبيضعوا الى الثقة والارتياع وسنرى الرئيس السيسي يكون بزيارات مفاجئة لهذه الهيئة او لهذا المركز لإشراف على سير العمل والاطلاع عفوا على مشاكل الناس عن قرب وسنراه بين الحشود يستمع ثم يعطي الأوامر والتعليمات لتسهيل أمور الناس وتسريع الحلول يا ريت انعمل عنها وأخيرا أرى الرئيس عبدالفتاح السيسي يزور ليبيا وسوريا والعراق بشكل مفاجئ خلال المراحل القادمة وهذه الزيارات بتكون في غاية الأهمية وتحدد مصار القادمة هي نفسها ليلة هي نفسها ليلة في 2020 هو نفس الدقل عدر ما تسيبها شارتها على الشاشة عشان بس الناس اللي محتاجة وهم فوقوا بقى هي نفس ليلة بالمناسبة قبل ما سيبها يعني هي نفس ليلة اللي جاء لكم في شهر ستة في عز الحر وقطع الكهرباء جاية تديكم سجارتين حشيش أفغاني معتبر هي نفسها خبطتكم برضو السجارتين دول نفسهم في 2020 على رأيه ستة شادية إزاي الحال إزاي الحلبجة يا ترى اللي قالته في 2020 أخبار الهيئة إيه وحل مشاكل المصريين والسيسي وسط الحشود وبيسمع وبيقول والاقتصاد حقق طفرة أخباره إيه هي نفس الستة هو هو نفس الشبك بس السمك ما فهمش على رأي الراجل فأغنية عرف البحر هو نفس الشبك بس عندنا ناس مدمنة أفيون رديق بأمرت إيه ليلة لأ وإيه سروات هتضرب من تحت الأرض فجأة ومش بس سروات ده بتقولك هيدرب من تحت الأرض بص المنطق يا 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 جماعة بجد والله العظيم بتقولك سروات هتضرب في أربح خمس محافظات من تحت الأرض سروات بالعبيط وبعدين في نفس القاعدة بتقول أمريكا وأوروبا هيدخلوا مصر دعم بالمليارات الدنيا عائل يا جماعة طب إذا كانت سروات هتطلع من تحت الأرض أخذ دعم لإيه استسهال استرخاص فائد كلام واحد تلقيت له سروات من تحت الأرض هي بتقول في القاعدة كده هتطلع سروات في أسوان ولقصر والمينيا وبنسوي والحاجات دي في نفس القاعدة بتقول وأوروبا وأمريكا هتدي دعم بالمليارات للسيسي طب إذا كان الراجل تلقيت له سروات من تحت الأرض ما هو مش محتاج دعم بقى ما هو دعم يا سروات انت يرسي على بر يا عمي اللي في البرازيل هيموت يا إما جاري هيبعاتلي شحاتة حاجة شحاتة إنما الاتنين مع بعض لا إنما هو أي حاجة بقى حش ويرمي للناس أكلت الكلق مدمني أرضى عن أرضى أنواع المخدرات حكم مخدرات العسكر دي أنا باعتبرها من أرضى أصناف المخدرات لأن دي ما بتخيلش غير على اللهبل أبو ريالة العبيط اللي عقل وقف من سنين عشان يتلقى كلام دجالة زي دي ويأخد وخد ويقولك طب كويس ويستنى ستة أشهر كمان